لابدنا أن نحترم الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري والدستور بتاعنا بينادي بالشفافية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتراكارية وكل الأمور التي تدل على أهمية الحرية السوق وحرية تداول السلع والخدامة طبعاً طب كويس صحيح دايك قلتها والقوانين بقى لما بنقول اقتصاد حر بنضبط فيه جهاز حماية المستهلك وفيه جهاز دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتراكارية وفيه جهاز لحيئة سلامة الغذاء وفيه مباحث التموين وفيه مباحث التموين إذن فيه ضوابط فأنا بس بطلب من الناس نتيجة كتير جداً من المقالات وتقالت ندخل بتسعيرة جبرية التسعيرة الجبرية عمرها ما تكون وسيلة حل وخاصة وخاصة عندما يكون الكمية اللي موجودة في السوق أقل من المطلوب صحيح ولكن الناس برضو ممكن ترد وتقول وسائل الرقابة كلها منعقدة في يد الحكومة طبعاً وسائل الرقابة منعقدة وبالتالي داي بنتابع إذا كان فيه أسعار عالية بنتابع هي مصدرها إيه والفواتير إيه والنظام ليه ما بتشهروش القضايا اللي انتو بتتضبطوها عشان الناس يتحقق نوع من الرضع العام كويس ان احنا دارك تقول في فترة لما يكون فيه أزمة جامدة انا مش عايز أنفر العاملين في القطاع بطريقة بحيث كل واحد يقلق والقلق في الدرجة ان انا سأزنت وزير الدقلية بحيث ان احنا بنهدي الجزء بتاع المباحث العادية والمباحث التموين وكذا والحق قال تمشينا مع ذلك بنهديها يعني ايه مش فهم يعني لما بيبقى فيه أزمة زي أزمة السكر لو أي عربية متحركة بالسكر تبقف وراحفين وجاملين وما كانش معاه الفواتير وكذا وبعض أوقات المصانع بتديله إذن تسليم بحيش لنعمل كده كإلا نحدث حالة يعني أيوة بالضبط بالضبط